أهلاً وسهلاً اختيار ميناء ميناء مسعود إن هو يكون سفير المبادرة يا طرى ده مغزائي وإيه الدور اللي ميناء أو غيره أو حضراتكم هتقوموا بيه عشان نوصل لولادنا وشبابنا الموجودين برا ما عليش يا أستاذ عمر هكرر السؤال لو ممكن تتعني السؤال حاضر مغزاء اختيار ميناء مسعود إن هو يكون سفير مبادرة تتكلم مصري ثم إيه الدور اللي هيقوم بي ميناء والدور اللي هتقوم بي الحملة بالتأكيد إن الحملة لازم يكون لها سفراء وطبعاً سفراء بيهتم بيهم الشباب وطبعاً الممثل العالمي ميناء مسعود اللي عمل فيلم علاء الدين بالتأكيد كل الأولاد بتحبوا عشان كده تم اختياره عشان يكلمهم على موضوع اكلم مصري ميناء مسعود هاجر وهو الصغير إلى كندا مع أسرته وبالتأكيد نموذج هاي اللي نحن نتكلم عليه وإن هو محتفظ باللغة العربية فعشان كده أثناء طبعاً مشاركته في مهرجان الجونة صورنا معاه هذا الفيديو البسيط اللي يناشد الأولاد الصغيرين إن هما يتمساكوا باللغة العربية ويتمساكوا أيضاً بتقافتهم وهويتهم عزيزي زي ما كنت بكلم قبل كده الموضوع مش بس مواجه للمصرين في الخارج ولكن اكتشفت أنه هو أيضاً مهم جداً ومواجه للأطفال وللشباب الموجوزين على أرض الدولة المصرية لأن ابتدينا أن احنا نفقد حتى اللغة العربية أو حتى اللهجة المصرية وإحنا عايشين على أرض الدولة المصرية حيكون في الكثير من السفراء طبعاً شغالين مع نهضة مصر شغالين مع شركات خاصة عشان حنزل أفلام كارتونية وبرامج على موقع الوزارة وإن شاء الله يوم الثلاثة أنا ومعلي وزير الثقافة ومعلي وزير الإعلام حنتقابل الثلاثة علشان نحط خطة العمل لإستراتيجية إكلم مصرية ده هيل جداً يعني يقدر بعد كده الناس إخواتنا الموجودين في أي مكان برى مصر يدخل على موقع الوزارة يقدر يشغل أفلام يقدر حاجات أوديو أو مسموعة يسمعها الأولاده باللغة المصرية عشان هتوفروا له الشيء الحقيقة ممكن يكون هو مش قادر يوفره بره وهو دولة تاني فده شيء عظيم جداً ولكن خليني سيد الوزينة ده ياخدنا لحالة بقى معاكسة فكرة مراكب النجاح نحن نتكلم إزاي اللي بره إزاي نحميه ونربطه بالدولة طب اللي جوه وبيهاجر هجرة غير شرعية حضرتك قمت بأكتر من جولة يمكن الرابعة كانت في المينيا من أيام قليلة أرجوك يقول لنا إيه الدور اللي بتقوموا بيه وانتو خصوصاً بتروحوا للمحافظات اللي هي تعتبر طاردة أو واحدة من أهم مصادر الهجرة غير الشرعية أو كانت للأسف الفتر اللي فاتت مظبوط مبادرة مراكب النجاح هي المبادرة الرئاسية اللي أطلقها السيد الرئيس في مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ وكلف بيها وزارة الهجرة لتنفيذ الفوري لهذه المبادرة عشان كده يعني في إطار تنفيذ هذه المبادرة قمت بيه زيارات ميدانية لأربع محافظات مصدرة للهجرة غير الشرعية ابتدت بيه الغربية والفيوم والبحيرة وأخيرها كان المينيا بننزل الحقيقة بفريق عمل من وزارات ومن مؤسسات ومن نظمات مجتمع مدني كلنا بنشتغل مع بعض عشان نخاطب الحقيقة كذا شريحة شريحة الشباب اللي موجودين في المدارس اللي هما تحت 18 سنة بنخاطب أيضا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة السيدات لأن كلمتهم مسموعة جدا في هذه المحافظات والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية أيضا بنتكلم مع الشباب الأكبر سناً اللي فوق 18 سنة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عشان نوري لهم إزاي إنه ممكن الدولة تمنحهم من القروض اللي تخليهم يبدأوا مشروعات صغيرة بدلما يدفع فلوسه في مركب هجرة غير شرعية أيضا بيكون معانا منظمات المجتمع المدني في المينيا على سبيل المثال كان معانا جماعية الأرمان واللي الحقيقة كانت مشكورة أعطت القروض الميسارة لشباب بعض القرى داخل محافظة المينيا كلنا الحقيقة بنشتغل مع بعض أيضا كان عندنا برنامج دعم وتطوير التعليم لأن احنا أيضا شغالين على تأهيل الشباب وتدربهم للصفر للعمل للخارج زي ما دايما بقول يا أستاذ عمر أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية ولكنها ضد الهجرة غير الشرعية الشاب ممكن أن هو يسافر ولكن يسافر بطريقة أمنة يكون متدرب حرفيا مؤهل للصفر علشان لقدره لو حصل أي مشكلة تقدر الدولة أن هي تتدخل وتجيب له حقه فإن شاء الله هم 11 محافظة زي ما قلت لحضرتك أربع محافظات وإن شاء الله بنكمل البيئة أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا سيادة الوزيرة سفيلة نبيلة مكرم ووزيرة الهجرة وشور المصريين في الخارج جهد ناجح الحقيقة من حضرتك ومن جميع العاملين في الوزارة شكرا جزيلا وإن شاء الله دايما تكونوا جسر من المحبة والتواصل مع المصريين في الخارج شكرا جزيلا لحضرتك